عندي مريض بش يدخل المساحة ونعطي شيك بألف دينار وانا ما عنديش رصيد هذا هذا تول قانون جاي فيه واضح وسريح يمنع منع بيتن يومور انسانية ويجرم حتى لا يموت قريبي لا ان شاء الله ان شاء الله ربي معناها يعفي جميع التونسيين لكن يمنع منع بيتن على اي هيكل كان سواء شخص طبيعي او معنوي منهم المساحات لانه من الصحات يجبروك وانتي توليب بين نارين بين انه ما عندكش رصيد في البنكة متاعك والمعنى بالامر اللي يجيبوا انتي على سيارة الاسعاف ولا بش تنقذوا من الموت كل من تسلم سكرا على وجه الضمان يعاقبوا بالسجن برك الله فيك سبو عمد لذلك هنا نحط المواطنين لذلك هنا حبيت نعمل اشارة يتعاملوا شوية بالانسانية فمش انسانية فما قانون والقانون طبق الجميع المساحات يا مواطنين اللي بش يمشي المساحة يطلب عليه سكذا مين مقتدر القانون هذا يهز ما عدل وكان دانية دانية كيف تمشي المساحة يفرعوا بيك ويدويوك وكيف تبرعوا يقولوا انك خلص احنا نزهوا توا المساحات من عدم الاستجابة للقانون تعرف انتي المساحات كلهم معناها اطارات وكوادر وكيف تمشي المساحات اللي قائمين بهم ولا بيعثين المشاريع اليوم فما قانون انا ما نتصور الحق والنزههم انهم ما يطبقوا القانون تعرف انتي لم يطبقوا القانون يطبقوا عليه معتها العقوبة اللي المنجرة عنها واذا يمكن اثباته بجميع الوسائل منها المعينة عن طريق عدل المنفذ اذا كان طلبه سكذا مين يطلب كنبيلا حب كان يحب معتها مؤجلة الدفع لكن سكذا مين يمنعوا منعا باته بمقتدر هذا القانون اشتركوا في القناة